رجل الأحلامة بتاع كل البناية اللي يحكي حرف عليك وحياتك بمحي يمحيهم الدنيا يمحي في الواقف الواقف تشوف الكل تغطع يمحي تبحى ولي معاش موجود أصلاً لحديش وسبعة واربعين اي دقيقة رجعني لكم وحبيت نقول لكم إلي ساعات نجي ونعملوا حاجات مشي في بينا مش نعملوا دي سوان لدينا ولا لجونا ولا لأي بلصة في بدنا نكونوا مش في بيناش نعملوا حاجة باية للأسف نعملوا الكنترير ونضروا رواحنا نتعدوا تدو السويت للبيئين الجلدة الميتة اللي تدور حول كل الفر في اليدين يتقلق برشا الناس ونعرفوا للناس اللي مسلسا دي ما تعمل تعمل الجيل كل ما يمشيوا للإستيتيسين تنحيلهم بفما معناها كلو تيل تستعملوا كما المقصي نحي الجلدة الميتة للأسف فتحية مش ليزيستيتيسين الكل يعقموها الأيديت هذيكا بين العبد والعبد ساعاتها وكتعقامها مرة في النهار هذا كان عقمتها سينوه نفس الأيديت تدور من يد اليد ونعرفوا اللي ببرشا نيس اللي بومتاع يديهم سانسيبل دونك اوتوماتيكمان ساعات يتجرحوا معناها في تنحية الجلدة الميتة معناها والدم هذيكا يقعد في اللوتيل هذيكا بعض يستعملوها في يد عبد آخر وليفيريوس والجراثيم تقعد تدور من عبد العبد دونك شنو ما مخاطر يزيلت الجلدة الميتة حول الأظافر أول حاجة وأول حاجة سبنا نركزوا عليها راهوا تصير لكم بعض الأمراض الجلدية الجلد اللي يدير بالثر يقوم بتغليف الثر من ثلاثة جوانب دونك وقت اللي ينحيوا الجلدة هذيه يصيروا التهابات ومشاكل جلدية يسبوا ظهور زوائق الجلدية أكثر من قبل معناه كل مرة الجلدة الميتة تزيد تتكثر أكثر فأكثر ثاني حاجة الإصابة بالعدوى البكتيرية والفطريات سيخطول للناس اللي يقول شو بيضوافرنا بداوي الزريق ولا شو بيضوافر يخشين أذوكم كل شامبينيون راو قاعدين يتعداوا من صبوع لصبوع ومن ثوافر متعبد الظوافر متعبد آخر خاصة في صالونات التجميل كما قلت لكم وقتين يتكون الأدوات مهيش معقمة ومجرد أنك تستخدمها من عبد تنقل البكتيريا ولمناطق الحساسة متاع عبد آخر كيف كيف يصيروا جروح حول الظوافر والأمر هذا يتكرر عند برشان ساخي للإزالة الجلد الميت اللي يدير بالظوافر وهذا زادة يعود للطريقة الخاطئة للإزالة متاعه برشان يبدأوا مهو مش سبيسياليست في الحاجة تذوكم ويدوروا يبدأوا باك نمقصي قصي 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 قص لين ساعات يطلعو لك الدم فمبرشان مشاكل زادة تصير نتيجة كثرت حطانا السوابع في الماء فمبرشان معناك يتبش تعمل سوان يخليوا لك يديك منفخين يسر في الماء السخون ولا في الماء الفتر على أساس بيش تنحالك فيسع الجلدة الميتة وهي أكيكا قاعدة تنحي انت في البخوتك سيون اللي يدور بالظفر رهو ربك يخلق لنا كل حاجة في بدنة خلق لها فما علاش تخلقت الحاجة هذيك الجلدة الميتة اللي ديرها بالسبوع صحيح كيت تكاثرت والي تقلق أما كيتتنحها مالزميش تتنحل كلها فهمتها؟ تحمي الثر وهي اللي تحمي السوابع متاع يدينا والعروق متاع يدينا من دخول الجراثيم والبكتيريا تحت الجلدة متاع السوابع وهذا اللي بعض الناس يقولك شو بيه سوابعي خشينت ولا زريقت ولا طلعتلي حساسية ولا حببت ولا شنو وهذا كل يرجع للظفر خط البخوتكسيون اللي بيش تغلف الصبوع انتي نحيتها شنو ما ترقص صحيحة بيش نحيه بيوم الجلد الميت دونك لازمك انتي معناها تعمل طرق صحيحة نحيه بيوم الجلدة الميتة مغير ما تضر يديك لازمك ديما ترطب الظوافر متاعك باش تسهل عملية يزيلة الجلدة الميت وهناي ديما نقول راهي الكخيم إي دغطانتو الكخيمة ما راهي لازم كل يوم لليدين وقتاً يجيو نحيه الجلدة الميتة حول الظفر ماذا بينا نستعملوا الأدوات الخشبية يشريوهم سبيسيالما للظوافر واللي يكونوا يستعملوا استعمال واحد معناها تستعملوا وتطيشها الأدوات الخشبية اللي تبدأ كيما الكوردان هذيك اما تبدأ بلا هذيك ريت فتحية ما تنحيلكش الجلدة الميتة تدزها التالي معناها تدزوها الجلدة الميتة تقعد بخوتاج الظفر ماء اومامك تو الظوافر متاعنا ينظفو دونك هذي هي الفرق بين انك تنحيها جملة وانك انتي تدزها شوية التالي كيف كيف زيدا لازمك تتخلص من الشوائب اللي متراك ما حاول الظفر باستخدام الأدات الخشبية هذية كيف كيف وقت اللي تنتهي من إزالة الجلدة الميتة ماذا بينا تاخدوا شوية زيوت متاع يدين وتحطوها حاول الظفر باش ترتبوا نستخدموا زيدا جوماج متاع يدين سبيسيال ماء اللي يدين نوفر كوهم بالجداء في البلايس متاع الظوافر باش نتخلصوا من الجلدة الميتة ناتيو غالما وما غير ما نقضوا ولا نقصوا ولا نعملوا فيها حتى شيء بازي كان نخص يدينا بالماء الفتر ندهنوا ديما ذوي فرنا بزيت اللوز على خاطروا يلف ويغلف اللي يدين وزيت ناخذوا منشفة نحطوها في شوية ماء فتر ونلفوها في دينا ونخليوها مدة تربع ساعة ونبعد يكاينسوا في ناحية المنشفة انتي حتى بيديك كيدا لكم هكا بسيسة تعمل أمتي مساج أوتوماتيك ما تطلقا كس جلدة الميتة الزيدة كلها نحاتلك ما غير ما تستعمل حتى أوتيل وحتى مقص وحتى حاجة انك تجرح بها يديك واضح كلمية يظهر لي هنا وهاكا ونبخوتاج للدين ونبخوتاج السوابة وتقدم صحة ذويفرنا وسوابانا رو أي حاجة في البدن محمي رو تقول ساعات أنا بكل بصحة جيدة تبدأ عندك مثلا نحنا نعرفو في شتاء كلي جيش سقير البوناتاش زي دا البوناتاشة كلي يبدو من تشين جيش تذويفر أذوكم برك البوناتاش يخليك بدنك كل فرعس معناه أي حاجة في بدنك كي تتقلق تفرعس لبدن الكل يوجعوا وشيخطوك اكتبوا تفرش في الفرشك ودخل في الغلاف متاع الفرش بين الفرش وجرية وتشدوا تتشوية تتشوية هذه كشوية الكوبرا كانت هذه ريبريك لك بيئين سمحوا لي هي بيئين لما حالة أما ريبريك لك زادها وقعدتكم شوية نصاقح نخليكم مع أغنية قصيرة نرجعو لكم في موجة أسبع